تنسيق بين أفرع الجيش المختلفة إزاي حصل التنسيق ما بين الفرع القوات الجوية اللي كانت مسؤولة عن تأمين الجيش أثناء العبور أول ضربة بحيث أن يحصل إرباك التأمين قوات المشاء اللي كانت بتأمل الناس اللي بتعبر يعني إحنا بنتكلم فيه ملحمة أفرع كثيرة للجيش وكل واحد مسؤول عن هذا التوقيت مع الحفاظ على سرية التوقيت ومع الحفاظ على عنصر المفاجأة ما أنا بقول لحضرتك العناصر كلهم كان يعمل في مكاله التخطيط الجيد والبارع يأتي من هنا فكرت أن أسترشد أولا أشوف متطلبات كل عنصر بنجمع المطالب دي كلها كل واحد عايزة حقق مهمته هيحققها إزاي فليه متطلبات المتطلبات دي متوفر منها إيه وبقى منها إيه طب أجسد الدولة جاهز عندها إيه تدعم بيه والقوات المسلحة عندها إيه تساعد بيه لو فيه معدات مثلا عندسية مش متوفرة كامل إزاي عبق مجموعة من الموادات العندسية وشركات المقاولات إنها تنضم على هذا العنصر نفس الكلام ينطبق على الأفراد والتوالب تتابع بتاع الإمداد بالرجال المتتالي لكي تحقق مهمتك السيمفونية دي اللي بتعزف بقول لحضرتك من كل جهاز أو كل عنصر داخل الدولة كلها كانت في إطار التخطيط الجيد أو المبدأي اللي ترصت في البداية وكل عنصر حدد طلباته واستجيب لجميع الطلبات فبالتالي لما تأتي المطالب للمنفذ خلاص الغرض التدريب الجيد والاستعداد الجيد ولا عرق في التدريب يوفي قدامي في المعركة ولا صوت يعله فوق صوت المعركة أنا أقول حضرتك اللي كانت داخل نفس كل مقاطن مصري أو كل مقاطن مصري اللي لازم تتحقق فمن فيش حد يقدر يكترق عليها أو يكتزئها وبالتالي كان لازم نخش بقوة لتحقيق هذا النصر اللي كان بيمحوا أثار الهزيمة التي لم نحرف فيها فكان لازم المقاطن المصري يترجم هذا لواقع حقيقي وينفذه على أرض الواقع باحترافية شديدة ولازم يكون أصلا يكون فيه تهيئة وتجهيز لنصر معنوي قبل النصر العسكري صحيح حددك كلمت بشكل معمق على التخطيط الاستراتيجي للمعركة ليوم 6 أكتوبر أي حد بيعمل البلانينج أو تخطيط على المدى البعيد أو القريب بيقبلوا معوقات أكيد لازم الخطة اللي هو بيعدها لازم تكون سهلة التعامل مع المتغيرات السؤال هنا صعوبات المعوقات اللي قبلتكم وإنتوا بقى بتجهزوا للحرب وأثناء الحرب وإزاي تم التغلب على هذه المعوقات والصعوبة أولا الحالة النفسية للشعب المصري والمقاتل المصري أنت فقا حالة من الانكسار فكان لازم يتقوم بعمال بطولية وده اللي تمورس في حرب الاستنزاف عشان أهيأ الحالة النفسية للمقاتل إنه قادر فعشان يبقى قادر لازم يمارس هذه التجربة وينفزها بطولات كتيرة جدا تمارست في هذا الموضوع اللي استمر حوالي ألف يوم من مرحلة الصمود ثم الدفاع النشط فالأخيرا الرضع مجموعة من البطولات اللي تنفزت في هذا الصياغ كانت ناتجتها الحمد لله إنك حققت نجاحات مقاطعة النظير في ظل وجود العدو في سيناء وانت في الضفة الغربية وانت تتسلل تعمل عملات انتحرية تعمل عملات بطولية وكانت مقرونة بالمقاتلين المصريين ودي كانت بطولات نادرة ما تتحقق يعني في أحدهما شهيد مراهيم الرفاعي كان مطلوب منه مدفع واحد جابت ثلاثة اللي موجودين لديه إسرائيل بالكامل بعسكري كمان عشان نفك شفرة هذا الكلام ويقول لنا بتستخدم إزاي فعايز أقول إنك ما فيش مستحيل خضرتك على إنك انت هذا المستحيل لازم يصوره لعادو كأنه مستحيل اتبطر اتنسف اتنسف كامل من قبل العزيمة والإصرار والإرادة والتحدي اللي موجودين داخل نفوس كل مصري الإجراءات دي كانت حسيسة وقادرة على تجاوز كل الصعاب اللي كانت بتتقابلنا فكرة إنك تجيب الترمبات نفسها وإحضارها من الدول الأوروبية للوصول إلى مصر فكرة إخفاءها في أحد اللي هناجر في إسكندرية فكرة تسلل وجود العناصر دي وتسلل ترمبات ووجودها داخل اللي جابها عشان عدم كشف نية الهجوم وإليه انت بتتضرب على كده إيه فكرة تصوير سطر طرابة مشابه سواء كان في أنشاص أو في البريجات عشان نقول أو الخطاط بأسف عشان يبقى هذا الشكل مشابه لقناة السويس عشان نقدر نعمل التجربة ما نفاجأش وإحنا بننفذ هذا العمل إن فيه عوار أو فيه مشكلة نجمع عن شيء معين إزاي نستخدم هذا الكلام وإزاي ننفذه والطاقات المطلوبة قد إيه والقدرات المطلوبة قد إيه مساتر اتفاع 22 متر مدجج بالسلاح عليك 30 متر حصين أو قوية كل ده كان لازم تتعمل حساباته جيدا لكي إلا نصل في مرحلة ونقف قدامها وفيه شلل أو فيه لقدر الله موقف طارق يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف فبالتالي كانت كل الأناصر المطلوبة محسوبة ومحسومة إيه اللي يكشف نية الهجوم كنا بنعمل العكس بتاع الأمت بتاعه خطة خلال السرطيجي اللي اترازت على على مستوى في كل الاتجاهات حتى في الجانب الصحي لما مستشفى الديمارداش دي يشي يقعد فيها فيروس فبالتالي يخرج كل المرضى منهم هي تجهز تعد وتؤهل إنها تستوعب الجرحة والمصابين من حرب اكتوبة يعني عندي بجموعة كبيرة جدا من الإجراءات اللي تمت وإن شاء الله يطول الشرح فيها